حسين عشماء وبرحب بيك أهلا وسهلا بيك وسهلا حضور أكثر من 35 دولة سواء من البرلمان العربي أو البرلمان الأفريقي أو البرلمان الدولي هذه رسالة هامة للعالم أجمع أنت شايف رسالة دي إزاي؟ بداية خلينا أقول يا أحمد بي أن أرضى إحنا فجينا بخبر فقدانا للنائبة المحترمة الخلوقة أميرة رفعت كانت من أشهد الناس والناس النهاردة كل الأنواب زيالوا عشانها وأعتقد النهاردة الرئيس برضو تأثر ورئيس البرلمان المصري برضو دكتور علي عبدالعال أشهد إلى كده لكن إحنا خلينا نقول النهاردة أنه يكون أن مصر بتحتفل بمرور 150 عام على البرلمان المصري ده إنجاز غير مسبوء ويكون برضو خلينا نقوله ويكون النهاردة البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي النهاردة ما يكونوا متعاونين معنا ومغيين النهاردة بيشاهدوا الاحتفالية اللي بتقوم عليها مصر فهنا بلد السلام شرم الشيخ بلد المزوجية الجميلة الحلوة مصر دايما يحمد بيه مضيفة لكن النهاردة عشان أقول النهاردة الكلمة النهاردة السيد الرئيس ما قال النهاردة بيشير بالقوات المسلحة والنهاردة والرئيس البرلمان الإفريقي بيشير بالقوات المسلحة وأيضا رئيس البرلمان العربي بيشير بالقوات المسلحة رئيس البرلمان الإفريقي أكد على أن مصر هي أهم دولة في الشرق الأوسط محدش يقدر يقول لا مصر أولا مضيفة مصر عندها قليات وعندها قدرة ولصد أي حاجة أنت تعرف يا أحمد بيه أننا كمصريين ودولة مصر بطاق من الشمال ومن اليمين ومن جوة مصر إلا ربنا حارس مصر بكل اللي فيها بنقوابها المحترمين بقلياتها بشبابها أعتقد أن في الأيام اللي جاية دي الشباب هم ضرع المسابل وأعتقد منوى النهاردة السيد الرئيس البرلمان وأكد عليه وقال لك الشباب 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 فالنهاردة عندنا أكثر من 105 شاب يمثلوا في البرلمان أقل من 35 سنة إنجاز مما يكون عندنا 90 أمراء بتمثل البرلمان المصري ده شيء طيب وشيء كويس فده شيء رائع وإحنا النهاردة مستنين كبرمانيين إن إحنا متأكدين إن إحنا متخزدين شوية في إن إحنا بنقادل إن الناس محتاجة مننا كتير لكن إحنا إن شاء الله في الأيام يعني إحنا متفقلين خير في هذا الفصل التشريعي يجب إن إحنا نكون عند حسن ظن الناس أول حالي طبعا إن إحنا بدأنا في الفصل التشريعي التاني يجب أن نحقق يجب أن نحقق طموحاتهم وأملهم لأن خلينا نعترف جميعا بأن الناس حسة بتقصير من مجلس النواب في الفصل التشريعي حقيقة إنت أشارت الحاجة مهمة أحمد بيه لكن إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله في أدوري العقادي التاني هيبقى فيه تغييره في المجليات هتتغير فيها الأمور وسأنا عايز أكد لك أحمد بيه الصحة عندنا الصحة الصحة وأنت عارف ما بقول الصحة يعني إيه؟ بقول لنا نضع في مقدمة اهتماماتنا الصحة بقول لنا عليك الصحة ده رقم واحد هي النهاردة هو النهاردة هو قطاع الصحة والتعليم من أهم القطاعات واللي بتنسى المواطن يعني لكن أنا بأكد على الصحة العامة صحة الرجل المعدم الفقير لابد كجبرمين لازم نجيب لازم نجيب ونجري على أساس أن إحنا نوفر ده للراجل المعدم الفقير نضع في مقدمة اهتماماتنا في هذا الفصل إن شاء الله